بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكون بخير وبصحة جيدة وان شاء الله نهاردة جا بيلكم فيديو جميل يعني هو ان احنا يعني عندك مثلا ان انت بتربي ارانب والام عندك ولدت ايه افضل شيء اعمل بعد الولادة او الارشادات المتابعة للام دي بعد الولادة اولا خلي بالك في احتياطيات لازم تاخد بالك منها تخلي بالك ان الام بعد الولادة على طول لو لقيت ارنب ميت بتاكله لو لقيت مخلفات الولادة عندها زي المشيم والحاجات دي بتاكلها مع ان المفروض يعني عدم استماح ان الام متاكلش الحاجات دي يجب اخراج المولود الميت من العش على الفور في هذه الحالة ويجب مراعاة بعض الاحتياطات اننا اخرج الام من صندوق من صندوق للعش ده يجب تنفيذ هذا الاجراء في كل مرة يريد المربي الوصول الى الخرارق يعني ان عايز مثلا ان اتعامل مع الصغير بتوع الام ده اخلي الام برا الصندوق وقفل اه اخلي في حائل كده بيني وبينها اه التاني حاجة اننا باخسل ايديها بالصابون اخسل ايديها بالصابون بدون ايه بدون ريحة معطرة يعني يكون صابون عادي اه ثم يجب فرقها بزغف من العش مهما يجب مهم جدا الموضوع ده عشان هي ان اي ريحة ممكن تكرف فيها الصغار اه ايضا برضو يجب اه يجب ان لا تكون الايدي رائحة قوية من غير المقبول يعني ان تكون رائحتها مثلا زي البنزين مثلا او زيت محرك او الكحول او العطور لان الموضوع ده بيخلي الارنب ينفر يمكن الارنب ان يتخلى عن الصغار اه تماما ازا ازا تم ادخل رائحة غريبة نفازة في العش لنقطة خلي بالك منها لو انت مثلا رجل ميكانيكو بتربي ارنب مثلا وبيديك غالقنا بنزين او زيت محرك او كحول او الكلام ده كل او اطور اه ممكن الام تسيب عيالها بسبب انها شمت رائحة غريبة ما تقبلهمش لان هي عندها حسة الشم بتعرف صغارها من رائحة بتاعتهم من دول ولادها ده لدرجة ويها مثلا بتردعهم بتشم البراز اللي بيطلع من الارنب الصغار ده بتعرف ان ده ابنها ولا مش ابنها اه النقطة اللي بعد كده ايضا يعني عليك فحص الام واجها وجها جيدا لتتأكد على صحتها ان انا ممكن تقعطي الام خمسة سنتي اوكسي اوكسي توسون مع خمسة سنتي من الجلوكوز تحت الجلد اه تبليغ عشان انضف معدتها ما بقاش فيها حاجة والتاني حاجة ان الجلوكوز بيقويها ونشطها شوية النقطة اللي بعد كده ان انا بحرس على وجود تهوية جيدة مناسبة في المكان للموليد والام خصوصا في فسط الصيف لازم اتأكد ان الهواء شغال عندي وفيه ورطب كده ويغزيهم اوكسيجين مش عشان هو مثلا حيوان انا سيبه بقى لا ده يعيش ده قوي لا غلط المكان اللي عيش فيه انا هو يعيش فيه مكان حر بحر عليهم برضه فخلي بالك من النقطة دي بنقولها تكرارا ومرارا النقطة اللي بعد كده تأكد عن من عدم وجود اي مولود خارج بيت الولادة او وجوده تحت البطارية يعني لو فيه مولود خارج بيت الولادة ممكن ام تكرف ويموت كده ما يشربش ان هو مش يعرف يخش لوحده فاتخلي بالك من النقطة لان البيت الولادة للصور كده عالي شوية بقى اكتر من 15 سنت فهم ما بعرفش يعدي فاتخلي بالك من النقطة دي ولو فيه مولود واقع تحت البطارية شكرا ده كده ممكن يموت برضه خلي بالك من النقطة دي النقطة اللي بعد كده في اليوم التاني للولادة قم بحعل الام بتلاتة من محلول تلاتة تلاتة محليل يعني زي كبرماج اه اديها واحد سنتي واحد سنتي من 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 فسفوزال او اه يعني دي بتبقى حاجات زي ايه ان انا بديها كالسيوم عالي اه كبرماج او اه كالدماج مثلا الحاجات دي بتحسينها شوية اه تحت تحت بين الكتف وخلف الرقبة تحت الجلد كده او في فاغد الارنب من الخارج خلي بالنا من النقطة دي ايضا قم بالتأكد من ان الرضاعة تتم بشكل طبيعي او ان الارنب يعني الام قادرة على الرضاعة ما في امه متبقاش قادرة تردها تخلي بالك منها ورده لازم متبقى عندك ملاحزة كده وان انت يعرف ان هي بتردع ولا بتردعش طب ازا كانت صحة الارنب الام بعد الولادة ضعيفة عليك بالاتجاه الى الرضاعة الصناعية او تبني الصغار وعلاج الام عندك امهات مثلا والدين في نفس العمر ممكن ان اعمل تبني اه عندي عدد امهات كتير وما فيش عدد في نفس المعاد ممكن اخد امه واخليها تردع اجباري فانه نقطة برضو خلي بالك منها يعني لو انت مش فاهم في الشغل بتمسك الام بيدك كده اجباري وتخليهم وتخليهم مرضعوا منها اجباري وانت مسكها لمدة خمس دقايق وتانية هتحطها في بيت الولادة بتاعها تاني عادي اللي هي مع الصغار بتوح عندك ايضا توفير الغزاء لعلاف زو الجودة العالية عشان الارنب يدي حليب كويس للي خارنك بتوعه وتسجيل جميع المعلومات في سجل الام يعني بقى عارف الام دي مثلا لها سلبيات لها اجبيات بتردح كويس ما بتردعش الحاجات دي كلها بقى فاهمها وسجلها عن الام عشان بعد كده انا هحتاج للام في الحالات دي وبقى عارف يعمل ازاي ودايما ابص البيت الولادة مثلا شايفوا ان هو الفرشة بتاعته ضعيفة لا انا قطع عش تاني واخلي سمك العش يعني ما لا يقلع عن سبعة سنتي طيب اشمعنا سبعة سنتي ليه عشان لو الام مثلا دخل الداسد على مولود من من صغارها وهو لسه صغير يبقى فيه حتة فرق كده ما بين الصج والمولود ان المولود ده ينكمش تحتها في القش يقوم ما يموتش منها لان هي لو مسلا تحتها صلب وداسد برجلة هتموت الصغار دول فدنقطة بتبقى يعني يفضل ان انت تاخد بالك منها ولو انت شايف الجوحر بحط لفرشة عرقوب تحتهم كده بحيس تدي نفس للصغار وبيريد ان يكونش البيت الولادة اللي هو المسدود من تحت لو هو مسدود بعين السدادة بتاع عين الصجل اللي تحت دي هتوحط في فرشة عرقوب وخلي البيت ايه شبكة بحيس يدي هوا للصغار من تحت ما انت شايف الجو حر طب انت هتخلي تحتهم حر خالص هيموتوا منك لان برضو الاكسوجين ده عامل من عامل ان 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 القرنب يعيش معك كويس الصغير وفي نفس الوقت الاحز ان الام بتردعم كويس كده وامسك المولودة بعارف انه ده رضع وانا مرضعش ويا رب تكون وصلنا معلومة ليكم صح وشكرا لكم والسلام